أبو إبراهيم يقول للمرأة التي مات عنها زوجها وتزوجت شخص آخر في الجنة تكون مع من؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك هذه المسألة بحثها العلماء وذكروا فيها مجموعة آثار وبعضهم يرفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما أحفظ أو فيما أذكر وقالوا بأن الله تعالى يحبب إليها أكثرهما دينا أكثرهما دينا فالمرأة التي توفي عنها زوجها ثم تزوجت شخص آخر طبعا المسألة فيها خلاف من أهل العلم انذهب إلى أن تكون مع الأخير تكون مع من بقيت معه فمات عنها مثلا أو ماتت عنه ولم تتزوج بعده القول الثاني قالوا بأن الله تعالى يحببها إلى أكثرهما تدينا ويلحقها بأكثرهما تدينا هذا مذكور في كتب أهل العلم